ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رأت الجمعية الكندية للأسلحة النارية وجمعية رياضة الرماية في كندا أن اللوبي الكندي للأسلحة النارية هو الذي أوعز إلى حكومة هاربر للامتناع عن التوقيع على معاهدة تنظيم الأسلحة التي تقف وراءها منظمة الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية ذلك أن هذه الوثيقة قد تعيد فتح الباب أمام إمكانية عودة السجل الفيدرالي لأسلحة الصيد المحمول على الكتف هذا كان مفاد الرسالة التي وجهت إلى وزير الخارجية الكندي جون بيرد الذي لا يزال ينظر في إمكانية أن تحذو كندا حذو الولايات المتحدة التي وقعت الأسبوع الماضي على المعاهدة المذكورة وبذلك تنضم الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر مصدر للأسلحة إلى مئة دولة أخرى من تاريخ البدء على التوقيع على المعاهدة في شهر أيار ميء الماضي طالبت أمس الأربعاء رئيسة الوزراء في مقاطعة بريتش كولومبيا كريستي كلارك ورئيس وزراء مقاطعة نيو برانزويك ديفيد ألورد وبإسم كل نظرائهما في حكومات المقاطعات بإدخال تعديلات مهمة على البرنامج الكندي لدعم العمل وبحال امتنعت أتوى عن ذلك فأن مصير صندوق التدريب في العمل سيكون الفشل ورأى وزراء حكومات المقاطعات الكندية أنه على عاتق أتوى أن تبدي عن انفتاح وأن توافق على التغييرات لأن المقاربة الأحدية الجانب التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية لن تعطي النتائج المرجوة وشدد رئيس الوزراء ديفيد ألورد أنه بحال قررت الحكومة الكندية المضي قدما دون إجراء حوار فأن المقاطعات ستتحفظ عن المشاركة نعيد التذكير أن كريستي كلارك ودايفيد ألورد حسلا خلال مجلس الفيدرالية الذي عقد في تموز جويل ماضي على تفويد من نظرائهم في بقية المقاطعات والأقليم الكندية لكي يعكفان على دراسة التغييرات المدرجة على البرنامج الكندي لدعم العمل ورفع تقرير بهذا الشأن خلال فصل الخريف الحالي تمكن المركز المالي موفمان دي جاردان من الوصول إلى نادي نخبة المصارف العشرين الأمتن والأقوى عالميا فوفقا لترتيب وكالة بلومبرغ والذي نشر هذا الأسبوع احتل المركز المالي موفمان دي جاردان المرتبة رقم 13 على صعيد العالمي متقدما على كافة المصارف الأمريكية وإلى جانب دي جاردان نجد في ترتيب بلومبرغ المصرف الكندي CIBC في المرتبة الرابعة مصرف بانك رويال في المرتبة الخامسة مصرف سكوشيا في المرتبة رقم 12 مصرف تورونتو دومينيون في المرتبة رقم 15 ويأتي خبر دخول مركز دي جاردان المالي إلى ترتيب المصارف الأمتن عالميا بعد مرور شهر على نشر ترتيب المصارف الأكثر أمانا من قبل شركة جلوبال فايننس بهذا الترتيب احتل مركز دي جاردان المرتبة الرابعة وراء مصرف تي دي ومصرف البانك رويال وبانك سكوشيا متقدما على البانك دومون ريال والCIBC نشير إلى أن ترتيب وكالة بلومبرغ يعتمد على خمسة مؤشرات أبرزها حجم الأموال التي بحوزة المصارف لضمان العمليات التي تقوم بها ومستوى القروض التي تشكل خطر فضلا عن الأموال التي يضعها المصرف جانبا لمواجهة الخسائر المحتملة نشير في الختام إلى أن مصرف قطر ناشونل بانك احتل المرتبة الأولى في تصنيف وكالة بلومبرغ للمصارف الأكثر أمانا حول العالم مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة